نروح بقى لنقطة تانية عارف ان كل منافس طبعا في الصدراء طبيعي جدا ان يركز مع المنافس الاخر خلينا نتكلم في الحتة دي نقف شوي عندها انا كنادي اهلي زي ما بنقول في التلات اربع ماشتات اللي فاتوا الامور مازلت في ايدي وان شاء الله تبقى في ايدينا لحد نهاية الموسم ان شاء الله تبقى في ايدينا لحد نهاية الموسم لان انا اللي راكب الدوري ولو كسبت كل ماشتاتي انهي الدوري بطل للدور وضع طبيعي وضع طبيعي جدا 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 يعني ان انا هتابع المنافس ووضع طبيعي جدا كمان ان انا اه طبعا مش عايز المنافس يكسب ده وضع طبيعي عادي في الكرة عادي في اي منافسة عادية انا بتابع ماشتات الفريق المنافس وببقى مش عايز الفريق المنافس طبعا يكسب ده وضع طبيعي زي ما هو بيتابع ماشتاتي ومش عايز نكسب ده وضع طبيعي لكن لسه في ادينا لسه في ادينا عشان كده المرحلة دي المرحلة دي لعبت النادي الاهلي مطلوب منها تركيز جامد جدا 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 وجمهور النادي الاهلي مطلوب منه انه ورا الفريق زي معودنا دايما زي معودنا دايما اه بنركز احيانا مع متشات المنافس انما خلينا نركز في متشاتنا اكتر خلينا نركز متشاتنا اكتر لان الامور في ايدينا مازالت في ايدينا لو كسبنا المتشات المتبقية يبقى احنا ان شاء الله كسبنا الدول وضع طبيع عادي ان انت هتبص على المنافذ بتاعي بس ما تركز سوي على المنافذ لان انت لو ركزت على المنافذ شوية زيادة هتفقد تركيزك وده مش مطلوب الفترة دية من لعبت النادي الاهلي لعبت النادي الاهلي الفترة دي تركز في الملعب وبس أنا عندي ثقة في لعبة النادي الآن الموقف ده حصل لنا كتير قوي 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 على مدار الأجيال أنت تكسب الماتشات الجاية وقتها إن شاء الله بنحقق اللقب بغض النظر عن نتائج أي فريق آخر بغض النظر عن نتائج أي فريق آخر